هدفا وفوز خارج الديار بالإضافة إلى تعادلين سلبيين مع مباراة ناقصة برمجت ليوم الأربعاء محصلة مبدئية لمجريات الأسبوع التاسع من الدور الاحترافية المغربية البداية بالمتصدر فريق الوداد الرياضي الذي عزز موقعه بفارق ست نقاط إثر تحقيق فوز في آخر أنفاس مباراة بدت جد مستعصية على خط هجومه وكان على زملاء ويليام جيبور انتظار خطأ دفاعي للضفر بثلاث نقاط لها ما لها قبيل مباراة الدربي الوداوي المطارد المباشر فريق الرجاء الرياضي بات منفردا في الصف الثاني بعد تعادله سلبا خارج القواعد تعادل هو الرابع للفريق الأخضر والأول من نوعه لفريق أولمبيك خريبق المستضيف فريق اتحاد طنجا عاد من مراكش بصفر نقطة بعد تلقيه الهزيمة الأولى منذ انطلاق الدوري وتجمدت أوصل رصيده عند النقطة الخامسة عشرة يونس الحواصف تتحرى الضيوف لكن الأمور انقلبت في النصف الثانية بعد إحراز كل من يوسف العياطي ومحمد الفقيه لفائدة الكوكب المراكشية وبأربعة أهداف مقابلة واحدة زاد فريق المغرب أتليتيك تطوان من جراح متذيير الترتيب فريق النادي القنيطري ملحقا به الخسارة السادسة إلى غاية إجراء الدورة ورصيد لا يتجاوز أربعة نقاط وخارج الديار نجح فريق حسنية أغادير في العودة من مباراته أمام فريق الفتح الرياضي بثلاث نقاط ثمينة يوسف القناوي وقع أولا للفتح لتكون ضربتي الجزاء منصة السوسيين لتحقيق الانتصار الثالث في الدور والثاني على التوالي في خانة التعادلات الإيجابية سجلت الدور اقتسام لنقاط المبارات بين فريق نهضة بركان والدفاع الحسنية الجديدية وقع للنهضة البركانية برأسية قوية يوسف الترابي فيما رد عليه حميد أحداد في الدقيقة السادسة والخمسين فيما أجبر فريق الجيش الملكي مضيفه شباب الريف الحسيمي على اقتسام النقاط بتعادل سلبي هو الثاني تواليا للفريق الحسيمي منذ انطلاق البطولة في انتظار ما ستصفر عنه مبارات شباب أطلس خنفرة أمام أولمبيك أسافي تبقى حصيلة الأهداف المسجلة مرشحة بكل تأكيد إلى تغيير محتمل